اشتركوا في القناة وعرف نعيمي بآرائه التي تنتقد على الدوام عدم نزاهة القضاء القطري وهو ما دفع السلطات في الدوحة إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر في ميزان العدل القطري دائما ما تغلب كفة النظام على أي كفة أخرى هذا إذا كان في الأمر أصلا محاكمة عادلة في قضية يقف النظام طرفا فيها فقد عرف عن السلطة القضائية في الدوحة انعدام استقلاليتها وأنها مسيرة دائما بأوامر النظام خصوصا في قضايا الرأي فما من منتقد أو معارض لسياسة الدوحة الهدامة إلا وكان مصيره السجن أو الإقامة الجبرية الحقوقي الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري الأسبق كان ممن أقيمت عليه الإقامة الجبرية ومنع من السفر بسبب رأيه وانتقاده لمحاكم الدوحة ففي قضية رفعها رئيس قناة الجزيرة الإنجليزية السابق الصحفي الكندي من أصول مصرية محمد فهمي أمام المحاكم الكندية وردت شهادة رسمية خطية من الدكتور نجيب النعيمي إلى جانبها شهادات أخرى لمحامين وخبراء قانونيين والتي تشير إلى أن المحاكمة القطرية لن تضمان لفهم محاكمة عادلة تلك الشهادة كانت مبنية على تجربة النعيم السيئة في المحاكمة القطرية حينما دافع عن الشاعر القطري محمد العجمي والذي حكم في محاكمة سرية وقد سجل النعيم اعتراضه ضد قاضي محاكمة العجمي الذي كان أيضا هو قاضي التحقيق نفسه ويعد ذلك مخالفة صريحة للقوانين القطرية وقال الدكتور النعيمي حينها إن ذلك لا يضمن للعجمي محاكمة عادلة أحداث الحكم 15 سنة غير مبررة قانونيا وتعتبر من الأحكام الجائرة ولا أعتقد لها أساس وأعتقد لها هذا الحكم مرتب ترتيب سياسي وليس ترتيب قضائي ماذا بعد أن شهد شاهد من أهلها؟ شهادة من رجل قانون كان على رأس وزارة العدل في قطر ليست مرة أو مرتين بل مرات التي يبدي رأيه بكل صراحة وموضوعية حول القضاء القطري ناهيك عن تأييده لنتائج تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة والمحامين في قطر والذي يعبر عن قلق المنظمة الدولية من أوجه القصور في النظام القضائي القطري والتي وصفها التقرير بالخطيرة والمؤثرة على استقلال الغضاء أحكام قضائية مسيسة تصدرها محاكم ونيابة النظام القطري باستمرار ولم تكن قضية الدكتور نجيب النعيمي التي صلط فيها القضاء القطري كالسيف على رقاب كافة معارضيه ومنتقديه وهذا ما جعل الكثير من القطريين وغير القطريين يلجأون إلى محاكم دول أخرى تتسم بالنزهة والحياد بحثا عن الإنصاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر